السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي زيك ما عموني اتمنى تكونوا بخير وصحة ووافية ان شاء الله في الفيديو ده انا هتكلم عن مشكلة ممكن تكون بتعيب لبعض الاشخاص ان انت لما بتيجي تعمل انا بس يا جماعة انا بتكلم عن برنامج الاسل لو انت مش فاهم يعني برنامج اكAC او انت متابعين بس انا مش بتتبعني في البرنامج الاسل والله انا اسف بس انا بحاول انا كل اللي باتكلم يعني كل اللي بيجي على ا차ه اضاسة مش fronts فحضرتك ممكن تتفرج على اي فيديو ليا تاني وان شاء الله يعني يفيدك بإذن الله. آآ اما المختصين بالاكسل آآ في ناس اللي بتيجي مسلا تشتغل على وليكن بتيجي تعمل مسلا على بعض القيم القيم دي بتبقى مكررة. فهو ببقى عايز اخر قيمة بمعنى. وليكن انت عندك واحد اسمه مسلا احمد. احمد ده سافر باريس روما بارشلونة. فانت عايز تجيب بارشلونة. يعني عايز لما تيجي تعمل مسلا تيجي تبحث عنه تجيب اخر حاجة هو زرها. زي مسلا حاجة تانية مسلا في واحد مرتبه مسلا اسمه احمد برضو احمد ده مرتبه الف آآ تاني يعني في المرتبات او في المرتبات بقى الفين في المرتبات داني بقى تلات تلاف. لما بتيجي تعمل فيديو كاب بيجيب لك ابو الف بس بيجيب لك اول قيمة. انت بتبقى عايز اخر قيمة. هو ده اللي انا جاي اتكلم فيه. ان انت هتجيب اخر قيمة بتشتغل فيها وان شاء الله ان شاء الله تستفيد منها. وعلى الفكرة الفيديو ده حصري وفعليا ما فيش حد بتكلم عنه. فاتمنى فعليا تركز معي لان الفيديو ده ما فيش حد بتكلم عنه. انا دورت في آآ العربي كله دورت في كل حاجة تخص العربي ما فيش. فانا صدقني الفيديو ده حصريا وان شاء الله ان شاء الله يفيدكم وان شاء الله هجيب كل حاجة غريبة واي وكل حاجة فريدة من نوع. فأتمنى حضرتك بس ما تنسانيش لو بعد اذن حضرتك تعمل لي لايك وتشترك معايا في القناة. اه ده الدعم لان والله خمسة ثمانين في المئة من اللي فرجوا علي في اليوتيوب ما يعني ما بيشتركوش وبيبقوا صومتين خاصة. فأتمنى بس للدعم عشان يعني احس ان في حد معينة. اه ان شاء الله ان انا يعني افادكم بازن الله. فمعنش بس عشان ساقعين. نلبس بقى ايه? الهودي. بص بقى. بسم الله نروح الاول لحاجة كده معينة وبعد كده نبتدي نخش هنعمل ازاي وندور على القيمة دي ازاي? بص يا معنا. دلوقتي على تعال كده نبص كده بالراحة. دلوقتي لو انت جيت احنا مسلا على دي حاجتين بس الاول. لو جينا ندوس يساوي كده وندوس الخانة اللي فيها دي او السل فيها ندوس زائد زيرو. تمام? ونيجي عند الخانة اللي تحت دي نلخانة عند الرقع السل اللي فيها دي وان زائد زيرو. قول لي ايه اللي انت فهمتو? ان الترو بواحد. واحد زائد زيرو بتسوي واحد. الفولس زيرو زائد زيرو بتسوي زيرو. تمام? يعني الترو بواحد والفولس بزيرو. تمام? تمام. يعني كده احنا متفقين? كده احنا متفقين. بسم الله. يبقى الترو بواحد والفولس بزيرو. دي كده معروفة كده يعني. نيجي مسلا هنا. ندور مسلا على واحد اسم محمد جبر. محمد جبر هنا. ومرة واخد الف وتلتمائة وخمسين جنيه كمرتب. ومرة واخد هنا الفين جنيه. فانت عايزة بقى الفين جنيه. عايز اخر قيمة هو اخدها. بص بقى. هنيجي هنا. نيجي في السالري بتاعه ده. السالري نقول ايه? مسلا يقول نساوي. يعني دي دي حاجة او نخليها برا كده شوية. ندوس يساوي. نقول هنا. هل الخلية دي بتساوي حاجة من الخلايا دولت? من الخلايا من الخلايا الطويلة دي كده? ولكن الخلايا لحد دي هنا. خلايا هنا. وندوس انتر. هيقول لي فولس. طب. تعالي نشوف الفولس دي اخبار. تعالي نعلم كده. وندوس اف تسعة او اف ناين. بص. لو ندوس اف ناين تلاقي هنا ترو. وتجي تمش 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 تمش. هتلاقي هنا ترو تاني. يعني معنى كده ان هو بيساوي خلية من الخلية اللي جوه التيابول ده او الاري ده. الحتة دي كلها انا لما انا علمت عليها. ففي الخلية دي اللي هي المكتوب علي محمد الجاب بتساوي خلية هنا رقم اتنين اهي مسلا. اهي رقم اتنين عشان انا علمت من اه عليها قصلي من رقم واحد اهي. وبعد كده رقم يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر. رقم اتناشر. لما تيجي تعد من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر. يبقى هي بتساوي رقم واحد وبتساوي رقم اتناشر. تمام? طب احنا عايزين ترجم الكلمات دي لاركام الواحد وزيرو. الواحد وزيرو. احنا عملنا ايه? زي ما انا قلت لك هنا في الترو والفولز. الترو بتساوي واحد والفولز بتزاوي زيرو. تمام? هنيجي هنا. نقفلهم كده في براكتسز. اهي نقفلها هنا في كوسين. تمام? اهي ما عملناش اي حاجة. وهنجي هنا نقول واحد على على الناتج. هنيجي هنا نقول واحد على الناتج. اهو ندوس كده. هيطلع لنا بقى كده. هيطلع لنا دي دي. وهكي هنعلم هنا كده وندوس اف ناين رقم واحد اهي بقت واحد. ونيجي نمش نمشي بقت واحد هنا كمان. طب يعني ايه اللي انا بقوله ده ويه اللي انت بتحكيه ده محمد. بص. المعادلة اللي انا هتكلم عليها دي معادلة معقدة شوية. فانت تفهم بس المعادلة دي ازاي. لو مش عايز تفهم القصة دي كلها من الاخر هي ايه? انا ممكن لنا اديك المعادلة كده كده هتزهر لك تحت. وكده كده هحطت لك ان شاء الله. هحاجة لفتكر ده انا هحطت لك ده في في البطي بتاع او في الشرحة. الموضوع سهل للغاية. بس انا بس عايز اوصل لك المعادلة دي مكوناتها ايه? يعني عشان بس يعني تبقى فهمة. تمام? احنا قلنا ايه? فاحنا عايزين المعادلة تبقى بالاركام. يعني واحد وزيرو. فالترو والفولس اهي. بقت لما احنا نيجي نعلم هنا كده. ونيجي ندوس اف تسعة هتبقى واحد هنا وهنا يعني هتساوي واحد تانية. تمام? تمام. بصي لها معنا. في دل او اسمها. الدلة دي ان انت بتدور على حاجة زي كده. بس دي يعني ايه? يعني بالزبط يعني مفيش حرفة. لو في غاية يعني لو في حرف غير حرف بيقول لك يعني خلص بيجيب لك النتيج غالب. اما بتجيب لك الحاجات اللي ايه? القريبة. يعني الحاجات يعني بص هقول لك على حاجة. لما نيجي ندور هنا وندوس بندوس هنا وندوس على مرتين هاي. ونيجي نعلم بيه عايزين ندور على بمحمد جبر. وعلي كده ننقل على البرامتر التاني البرامتر التاني اللي هو يعني التاني وندوس وهنيجي ندور على محمد جبر في الكلوم ده كله. وبعد كده النتيجة عايزينها النتيجة ده بتاعة السلة دي. ونقفل الكوس وندوس اوكي. تمام? ركز كده محمد جبر. احنا بنقول محمد جبر الف تلتمية وخمسين وهنا الفين جنيه. بص نضحت شوية. هنا مينا نبيل مينا نبيل اهو الف وخمسمين جنيه جيب لالفين مدين خمسة واربعين. اللي هي بتجيب لك النتيجة القريبة مش بتجيب لك النتيجة يعني بالزبط اللي هي زي يعني احمد هنا احمد لو هنا احمد بالي وهنا احمد فيها اي او فيها او فيها دي زيادة زيرو ما بتجيبش حاجة. لكن دي على الله يعني بتلاقيها ايه? بتجيب القريبة شوية. هو ده ما انا عايز اوصله لك. بص يا معنا. احنا كده انا بس حبيت ان هو وصل لك عامل ازاي? هنمسح دي بقى كده. ونيجي لسه في الحتة دي كده. بص بقى. اللوك اب بقى بقى بنعملها ازاي? بص احنا هنيجي هنا نعمل نفس اللي احنا كده بناه هنا نكتبه هنا. بص. هنعمل ايه نقول ايه? هل ده? هل الخلية دي بتساوي الكولوم ده? تمام? هندوس انتر. بعد كده هنحطهم ببقين كوسين. تمام اهو? وبعد كده هنحط هنا رقم واحد على الاقواص دي عشان يطلعني ان هي ان هي تبقى واحد وزير واحد وزير وهكزا. تمام? نيجي بقى نحط بقى هنا ايه? بص بقى معنا. ساءل قبل ما نكتب look up. دلوقتي النتيجة اللي هتطلع دلوقتي النتيجة اللي هتطلع هتبقى في حدود الواحد والزيرو. فاحنا بنبقى عايزين اي حاجة اعلى من الواحد في دلة اللوك اب. دلة اللوك اب بتنزل لتحت. دلة اللوك اب بتجيب من تحت. فهي بتبقى عايزة اي حاجة اعلى من الواحد عشان نعرف نجيبها. بص هو الموضوع معقد شوية. بس سداني والله الموضوع فعلا يستحق المعاني. بص. هقول لك النتيجة تبقى عاملة زي. بص. هنيجي نكتب هنا نكتب. تمام? وهنكتب في دي رقم اتنين. وبعد كده ننقل على على هوا. وبعد كده ننقل على البرامتر دي او البرامتر دي همنقل هنا كده. وبعد كده ندوس نقفل الكوس ودوس اوكي. ده محمد جابر. بص رقم محمد جابر الفين جنيه. او اجاب لي اخر رقم. دي بقى بالزبط. بص معنا. لما احنا يعني دي الفين جنيه. طب لو احنا مسلا جينا نكتب هنا اه محمود لمعي. لمعي اهو. ممدوح مخايل ممدوح لمعي الف وتسعمائة وعشرين جنيه. طب لو احنا مسلا جينا ننقل على احمد سامح فتح. الفين متين خمسة وقربعين. اللي هو بيجيب لك اخر نتيجة. بص. اللوك اوب فاليو اللوك اوب فاليو ركز كان معي. اللوك اوب فاليو بيجيب من تحت الفوق. بيجيب من تحت الفوق. وبيجيب اقرب حاجة. تمام? فاحنا عملنا اول حاجة اللي هي المعادلة دي. اللي هو احنا عايزين اول حاجة نجيب واحد والزيرو. اللي هو اللي احنا نجيب الاول الواحد والزيرو. اللي هو اللي احنا نترجم المعادلة. اللي هو لو احنا قلنا ايه? هل النتيجة دي او هل الخلية دي بتساوي حاجة من هنا فهو كان جايبها لك فوتس وطرو. فاحنا حولنا الفوتس وطرو الواحد وزيرو عشان يروع الفوتس وطرو اهي واحد والزيو والفوتز زيو. تمام? بقى نيجي بقى على مشكلتها ان هي بتجيب لك الحاجات يعني اللي هي التقريبية. فلما عملنا دلوقتي المعادلة ما كانتش جايبة الحاجات تمام? فاحنا بقى حولناها من معادلة تبقى اللي هي بتجيب حاجات تقريبية الحاجات بالضبط. نقول له ايه? نقول له احنا عايزين اي حاجة اعلى من اتنين. خب بالك. دي اعلى من اتنين. يعني بس. النتيجة اللي هتطلع دي كده بس. النتيجة اللي هتطلع من دي هتطلع واحد او زيرو. فاحنا بنبقى عايزين في دي اي حاجة اعلى من اتنين. اعلى من واحد قصدي. انت ممكن تكتب هنا اربعة. تكتب هنا خمسة. يعني لو كتبت هنا خمسة هتطلع لك النتيجة عادي. تمام? لو كتبت هنا ستة النتيجة تطلع لك عادي. هي الفكرة كلها ان انت دقشت دهن. الشرط ده اشدهن. الشرط ده ان النتيجة اللي هتطلع من الشرط ده كلها او من الشرط ده هتطلع واحد او زير فانت في بتبقى عايز اي حاجة اعلى من الواحد او الزير. فانت بتكتب اي اتنين او او ااربعة او خمس او او ستة او اي رقب. تمام? و والGI اللي هي النتيجة اللي انت ب Restaurants تجمعها واخر حاجة بتبقى اللي هي السالري او يعني الحاجة اللي انت عايز تطلع على انتاجتها. لو انت مش فاهمها الموضوع معقد شوية بس والله واحدة واحدة تفهم معي. انا هشرحها الاخر مرة. ولو في اي حاجة اشرحها لي في الكومنتان. بص. احنا الاول اتكلمنا احنا بقلنا دي كده. اه حداشر ديها. ميش. بص. احنا دلوقتي هنتكلم احنا دلوقتي هنعملها ازاي بص. بالروح عشان يعني عشان ما ما تقفلش. احنا الاول عقولنا ايه? هل الخلية دي بتساوي حاجة في الخلايا دي. فقال لك فبعد كده حط نوف وقفلنا وعملنا واحد على عشان يطلع لنا النتيجة بالواحد والزيرو. تمام? اللوك اوب فاليو اللوك اوب فاليو. بتبقى احنا عايزين حاجة اعلى من الواحد والزيرو. يبقى هنختار اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. تمام? وبعد كده اللي هو الشرط ده هيبقى كده اللي احنا هتبقى دي. اللي هي النتيجة اللي انت عايز تلعها ازا كانت مرتبات ازا كانت اا ازا كانت تواريخ ازا كانت اي حاجة. بس بص كده بص كده اواريخ كده يعني شرح كده بسيط اللي هي بتجيب لك اقرب حاجة بص هنيجي من هنا كده. بص اهي وهي. وهنيجي نكتب دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام? واحنا دلوقتي عايزين اقرب حاجة لرقم ستة. هندوس كده بيساوي طمام? وهنيجي نكتب مسلا وليكن ستة. وهنيجي بعد كده على ونعلم على الحتة دي كده. ونقفل ونسوق. بص اقرب حاجة خمسة. اللي هو لو ملقاش ستة يروحها اللي قابليها وهكزا. يروحها اللي قابليها مش اللي فوق. يروحها اللي قابل. هي دي. مفيش مش 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 تجيب لك الحتة دي. هي اللي هتعرف تجيب لك اخر تحديس اخر تحديس تم. لو اكتر من قيمة حصلة. اذا اكتر من قيمة موجودة هيجيب لك اخر قيمة موجودة. هي دي لقاب. صدقني اللي مش موجودة هنا. محدش شرحها قبل كده. فصدقني حاول تركز فيها لو في اي حاجة اكتبها لي في كومنتات. بس كده انا حبيت ان اشرح لكم كل حاجة فانا ااسف لو انا لو الموضوع كان معقد بس والله وjadiين كده انا معكم محمد تحسين من قناة الرشغي. اه او معا الشرح كان معكم محمد من قناة الشرق اه اspeنا كنتمكن فهمته ولو يعني لو الموضوع صعب اكتبوا لي في كومنتات واتمنى ان انتوا يعني اكون ساعدتكم يعني شوكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة الرشغي وتنساش تعمل لايك وتشارك في القناة والسلام عليكم اشتركوا في القناة